بشار الأسد رجع للقمة العربية ويضرب على الطاولة وسوريا الأبية صمدت كما تنبأنا منذ 2011 إذن المخططات التي دبرت لسوريا ولتدمير سوريا ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومخطط الربيع العربي الذي أفسدته سوريا وحطمت أجندته مصر الأبية أيضا انتصر في النهاية والخزي والعار لكل من تبنى هذا الفكر الإرهابي المتطرف وكل من ساهم في تدمير سوريا وكل من ساهم في قتل أخواننا السوريين والأبرياء السوريين من مدنيين من جيش يعني من عسكر من الناس اللي كانت بالحق واقفة لسوريا اليوم الساعة هما عديد الأسئلة يترحوا بإيجاز وباختصار شديد اليوم كل مرزوقي وكومباني مرزوقي وجمعته والخوانجية وجمعتهم والناس اللي راهنت على المخطط الربيع العربي والناس اللي بعثت شبابنا بشي قتلوا ويجزروا إخوانهم السوريين هذوكم ماذا بيهم وجوههم مع عشرة مد في التلافز وماذا بيهم الإعلاميين متع أغلو توا متع تونس ماذا بيهم معاتش يتجرؤوا ويجيبونها كشليك هذوكم حشم من يسمع في البلاتويت وفي المنابر الإعلامية دونك هذه حاجة الحاجة الثانية نتوجه بها للسلطة القائمة اليوم ولي هرم السلطة رأس الهرم بيدو إلا اليوم شفناه في سور مع بشار الأسد مؤخرا واسمعنا تصريحات الرئيس السوري القائد الكبير بشار الأسد يعني فيما يتعلق بتونس وعلاقة سوريا بتونس اليوم ولو أنه هو بالرتار رحنا لأن السيد هذا شد رئاسة الجمهورية منذ 2019 مش من اليوم وكلنا قد نبهنا وكررنا مع أنت مئات وآلاف المرات في كل المنابر الإعلامية وفي كل المناسبات رجع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا العلاقات الدبلوماسية مع سوريا رجعت بشكل مؤخر ومؤخر جدا لكن شعلنا فيه به اليوم بعد هذا التجاوب من سوريا الحبيبة والشقيقة يظهر لي المعطيات الموجودة عند سوريا وعند الحكومة السورية بشكل رسمي من خلال طبعا الكلام اللي قاله الرئيس السوري الشرعي بشار الأسد يظهر لي هناك معطيات دقيقة وخطيرة تورط الإخوان كما قلنا لكم من 2011 في ذلوعهم في الحرب التي قامت على سوريا في حرب تدمير سوريا وفي حرب قتل السوريين وفي كل هذه الحرب الشنيعة التي شاهدناها في العشرية السوداء هذه الحكومة السورية وكانت قد سرحت من خلال وزراء سابقين أنه عندها عديد المعطيات والأدلة والبراهين تورط من كان مساهما في التسفير ومن ظلع مباشرة في تسفير شبابنا إلى سوريا بالذات وفي تسفير التونسيين وغير التونسيين لأنه بحق معناها فما قيادات إخوانية ساهمت في تسفير حتى معناها ناس مقيمين في تونس ما همش تونسيين وهزتهم لسوريا عن طريق تركيا وعلاقات الإخوانجية بتركيا إلى آخره اليوم نستناو طلب رسمي من تونس الدولة التونسية للحكومة السورية أنها تمدها بهذه المعطيات ونحن في إتار متابعة لهذا الملف إن شاء الله